تعاملهم ويُصلِح ما تنطِق به علسنتهم وما تفعله جوارههم فلله الحمد والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله الحاشمي القرشي أحسن الناس منطقا وأتمهم خلقا وأفضلهم طبعا وأجملهم تعاملا وأزكاهم حالا وعلى زوجاته المصونات المكرمات الطيبات الطاهرات العابدات القانتات الزاكيات الأفيفات وعلى باقي أهل بيته وذرياته وأصحابه الأكارم الأفاضل الناصرين لله ورسوله ودينه أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله ربكم حق التقوى فإن تقوى الله خير لباس لكم وزال وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد فقد قال الله سبحانه وتعالى مبشرا لكم ومسعدا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يختزم أيها المسلمون عباد الله بقيا من عشركم أيام قليلة منها يوم فاضل عظيم من أفضل أيام السنة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة نعم إنكم مقبلون إن شاء الله أن قريب على يوم عرفة وما يوم عرفة أو وما أدراكم ما يوم عرفة إنه يوم الركن الأكبر لهج الحجاج ويوم تكفير السيئات ويوم العتق من النار اليوم الذي خصه الله بالعجر الكبير والصواب العظيم لا يوم كهذا اليوم ولا عيشتك عيشته اجتماع عظيم لتعظيم الله وذكره وشكره وعبادته إباد الله إن تقريب القرابين وذبع العظاه لله عز وجل شعيرة من شاعر القديمة وعبادة من العبادات العولى التي عرفها العنسان منذ عرف الدين لهذا لم تخل منها شريعة من شرائع الإلهية في وقت من الأوقات وقارع القرآن يدرك هذا فقد قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبع بني آدم بالحق إذ قرب قربانا وقوله سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رذقهم من بحيمة الأنعام أيها المؤمنون العضحية عبادة أجمع المسلمون على مشروعيتها بعد ما جاء ذكرها في القرآن والسنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام شرعت العضحية في السنة الثانية من الحجرة وكان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام وقد استمر على ذلك عشر سنين منذ أن قدم المدينة وهذه العبادة يراكم الله تعتي شكرا لله على نعمة الهياء وإحياء للسنة إبراهيم عليه السلام وتذكيرا للمسلمين بصبر إبراهيم وإسماعيل وإثارهما طاعة الله ومحبته على محبة الوالد والولد كما وتعتي توسعه على النفس وأهل البيت ونفعا للفقير وأجرا لمن تصدَّت بها أيها المؤمنون العضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وليست واجبة يقول العلامة ابن باز رحمه الله العرية والعضحية سنة مؤكدة تشرأ للرجل كما تشرأ للمرأة وتجزع عن الرجل وأهل بيته وأن المرأة وأهل بيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُضحي بكبشين عملهين عقرنين أهدُهما عنه وعن أهل بيته والثاني عن من وحد الله من عمته عباد الله لا ينبغي أبدا للقادر أن يُفوت هذه الخُرْفة فُرْسَة الظَّنينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره للعقنياء أن يُحمِلوا هذه السنة إلى درجا أنه قال من كانت له سعى ولم يُدَح فلا يقرِب النَّمُ صلَّانا وفي صفة ذحيات النبي صلى الله عليه وسلم عُضِهيَّةُ يقول عنس رضي الله عنه ذهى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبههما بيده وسمَّى وكبر ووضع رجله على صفاههما وعلى المسلمين أن يعتني باختيار العُضِهية وكلما كانت العُضِهية أكمل في ذاتها وصفاتها وأحصن منظره وأغلى ثمنا فهي أهبُّ إلى الله عز وجل حباد الله بيَّنه سبحانه وتعالى من ذبه العدايا عليه كما وقال صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله دُثُمُّها ولا دِمَاعُها ولكن يناله التقوى منكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من العايات والذكر الهكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده المُصطفى وبعد يَا رَعَاكُمُ اللَّهُ وَلنَهْذَرْ مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَالْمُفَاحَرَةَ أو المُجَارَاتِ النَّاسِ بِكَثْرَةِ الْعَضَاهِينَ أو بِقَلَاءِ ثَمَنِهَا أو نَحْوِ ذَلِكُ مِمَّا يُسَبِّبُ دَيَاعَ الْخَوَابِ فَالْقُرُوبَاتُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَآلَا لا يَجُوزُ عَنْ تَلْتَبِسَرْ بِالْرِّيَاعِ لِعَنَّ الْرِّيَاعِ يُسْقِطُ الْعَمَلِ وَيُخْبِطُهُ بَا يَنْبُدِيَاقَ عَلَّا دَسَلَاتِي قَمَائِكَ عَلَّاسِ إِرَادَ عَمِنْكَ عَلَّاسِ سُخَارَةَ وَتَعَرِيشِ أَنْوَانَا مُصُورَةِ عَلَّاسِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَا نَنْصُرًا عَلَّاسِ شِنِي مَفِي أَلْخَيْرٍ تُفَافِي كُمَ شِنِي مَفِي أَلْخَيْرٍ بُزْرِيدَ بَاوَى زَيِّ كُمَ شِنِي إِدَةِ مَفِي حَنَّا مَفِي سَوْكِيدَ فَلَلَا وَدَا تَكَيْ بَاوَى إِزْوَاقَ سَامٌ يَرْدَرْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَا اللَّهِ يَنَا فَدَاءَ تِكِي عَلْقُرْآلِي مَيْجِرْمَ يَنَا مَيْبُشَارَ دَفَرَنْتَوَى مَا سُجِنْ سُرًا عَلَّا رَيُّ كَنْسُرْ اللَّهِ تَدِكْوَانْ دِي سُرًا عَلَّا اللَّهِ زَيْسِنْيَا مَيْمَفِتَعْ كُمَا اللَّهِ زَيْعَوْتَاهِ تَكَهَنِّي دَبَايا تَمَّهَنِي يَا قُبَايا عَلَّا دَيْدِي وَنَا اللَّهِ كَتِي دَمُكِي عَلَيُوَا تِكِي مُقَانَ كَي إِشْرُنْ دَهُرُّ بُوْدَ بِيَرَنَّ وَنَّا وَتَا مَيْعَ الْحُرُمَ مُسَنِي تِوَا وَأَنَّ مُقَانَ كَي سُنَا يَكِي دَ فَلَلَا دَلَادَ أَوْقَكَ أَوَجَعَ اللَّهِ كَمَا عَيُّكَ دَبَاوَا زَيْعِيكَ تَعْتِكِمُ عَنَّا وَأَنَا كَي بُلَابُوما أَكْتَن بَي مَنْزَوَا اللَّهِ صَلَّمَا حَرْجِ حَارِجِ حَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْزَوَا لَا تَحَرِجِ حَارِجِ حَارِي وَنْدَ أَتْكِمُ وَنَّا يَنِي نِي اللَّهِ صُبَحَانَهُ وَتَعَلَا يَتِكِمُ وَنَّا عَدِّينِ يَتِكِمُ وَنَّا وَنَّا النِّعِمَةِ لَا مُجَي وَنَّا يَنِي وَنَّا شِنِي نَعْرَفَ يَنِي نَعْرَفَ وَنَّا يَنِي نِي مَفِي كِرْمَ الرُّكُنِ دَغَتِكِ الرُّكُنَّا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر